إذن نتابع الآن هذه الصور التي وصلتنا الآن وهي الصور الأولى لوصول الرئيس التونسي قيس سعيد إلى طرابلس ولقاءه برئيس المجلس الرئاسي الليبي المنفي وهي أول زيارة رسمية للحكومة الليبية الجديدة التي تسلمت مهامها بالأمس والمجلس الرئاسي الجديد قيس سعيد الرئيس التونسي كان حريصا على أن يكون أول من يذهب إلى طرابلس بعده في اختيار الحكومة وحصولها على الثقة من البرلمان الليبي لفتتاح عهد جديد في السياسة بين البلدين مصالح كثيرة تهم التونسيين في ليبيا وأيضا رسائل للداخل لأن هناك من حاول أن ينافس الرئيس قيس سعيد في الداخل التونسي على إمساك بزمام أمور السياسة الخارجية وخصوصا فيما يتعلق بالملف الليبي